صباح الخير يا رمزة صباح الخير معا رمزة احنا دائما يعني بنتسوق وبنشتري لكن في طرق معينة نقدر من خلالها اننا نحقق فائدة اضافية عبر التسوق اقدر استفيد من تسوقي هذا اللي دائما بيخسرني جميعا يعني نقع في بعض المطبط او المشاكل المالية اذا تسوقنا بطرق غير منطقية او غير مدروسة نوعا ما وهناك طبعا برامج مها لدى العديد من المحلات التجارية تسمى برامج الولاء هذه البرامج سنتحدث عنها اليوم بشكل تفصيلي وكيف نستفيد منها العديد من المتاجر التجزئة لديها برامج ولاء ومكافآت لجذب الزبائن اليها هذه البرامج تمكن الفرد من جمع نقاط من خلال التسوق لدى تلك المتاجر وبعد فترة معينة وجمع عدد معين من النقاط يمكن استخدامها في الحصول على خصومات او شراء بضائع معينة مجانا العديد من الناس لا يتفاعلون في كثير من الاوقات مع هذه البرامج واذا اشتركوا فيها فهم لا يتابعون نقاطهم او يستفيدون منها ولكن لو قمت بمتابعة هذه البرامج بشكل جيد بالتالي ستتمكن من تحقيق توفير لبأس به كذلك يمكنك المفاضلة بين متاجر واخرى حسب قوة وفائدة هذه البرامج خصوصا المتاجر الذي دائما ما نتسوق منها لشراء احتياجات المنزل الشهرية فانت على اي حال تقوم بشراء احتياجات المنزل وبالتالي فان تحقيق استفادة ولو بسيطة من عمليات الشراء المعتادة امر لا بأس به بعض البرامج تسمح لاعضائها بالحصول على خصومات اضافية على سلع معينة ليست متاحة للزبائن غير المشتركين في تلك البرامج الخاصة ببرامج الولاء وهنا ستحصل على توفير اضافي يساهم في تحقيقها لاهداف التوفير الشهرية التي تحاول ان تصل اليها وان تقوم بتوفير ربما بعض المبالغ المالية من خلال مصروفات الشهرية هذا الموضوع مهم ايضا اكيد اكيد يا رمزة ودائما كان زمان الموضوع بكروت يكون عندك كرت معين للمحل لكن الان صار فيه عن طريق تطبيقات على الموبايل سهل لان عادة ما كنا ننسى هذه البطاقات او نهمل الالتفات اليها ومتابعة نقاط معينة ضمن برامج الولاء لكن يجب ان نلتفت اليها اكثر في هذه المرحلة معاكي حق رمزة شكرا جزيلا